موسام أبو علي برضو كان ليه تصريحات بعد المباراة وأكيد سعيد بمشاركته مع النادي الأهلي تعالوا نشوف قال إيه سعيد بالفوز وهو الأهم للجميع هذه أول مباراة ليه مع الأهلي وسعيد بالمشاركة وانتظرت هذه اللحظة كثيرا الأجواء مختلفة كثيرا بين هنا وفريق السابق سيريس سويدي جئت من درجة حرارة سالب 20 وهنا درجة الحرارة 35 طبعا وبيقصد غانا أشعر أنني أليق بالنادي ولا أشعر باختلاف وسأفوز بألقاب عديدة مع الأهلي كنت أود التسجيل اليوم لكن الأهم ألفوز وفي المباراة المقبلة سأسجل إن شاء الله دي تصريحات وسام أبو علي اللي هو بيقول يعني أشعر أن أنا أليق بالنادي الأهلي كل جمهوري نادي الأهلي النهاردة ما شاف هو الراجل يمكن شارك في مباراة حتى في مباراة الأخدود عمل مباراة ودية في معسكر الإمارات كان كويس ولكن النهاردة الناس مستفشرة بشوية اللي خده وفي مشروع مهاجم حيبقى مهاجم جيد للنادي الأهلي كهرباء موجود الراجل دوت موجود مودست النهاردة يمكن برضو يعني خليني برضو ما قولكش إن مودست النهاردة يعني كان واو ولكن النهاردة يتحسب له إن هو إدر إن هو يعمل أسست المكسب اللي جاب تلاتة بونت فبرضو ده شيء يحسب له مودست النهاردة يمكن خطورته ما كانتش كمهاجم للنادي الأهلي ولكن النهاردة مودست عمل إفادة كبيرة جدا مع ادفاع النادي الأهلي في معظم العرضيات اللي اترافعت على النادي الأهلي سواء ضربات حرة من الجناب أو سواء ركلات ركنية وكان ما أكسرها خصوصا الشوت الأول ولكن كان بيتعامل معها كله الراجل بيروح يقف على العرضة القريبة يدافع فاللي مش واخد باله من مودست يرجع يرجع إن الراجل ده دفاعيا حتى كان مفيد جدا ليه النادي الأهلي وهجوميا الراجل طبعا شارك في الهدف بشكل كبير لأنه هو عامل الأسست اللي جاب منه حسين الشحات الهدف كان عندنا برضو تصريحات للكابتن خالد بيبو وخالد بيبو طبعا ما من حقه إن هو يبقى مبسوط ويتكلم ويبقى سعيد بالانتصارات وعلى زي خالد بيبو دوت يمكن تتعرض لانتقاط كبير قوي أول ما جه ولكن الراجل خد الأمور بهدوء بتعامل مع اللعيبة بشكل كويس اللعيبة بتحترمه بشكل كبير جدا بيحبوه بشكل كبير جدا وهو بيتعامل من منطلق الاحترام موجود والحب موجود ولكن سياسة الحزم في نفس الوقت موجود وهو دوت اللي حينجح خالد بيبو جوة النادي الأهلي تعالوا نشوف برضو تصرحات خالد بيبو وقال إيه لعيب الأهلي مروا بصعوبات كبيرة واعلنوا كيف يتغلبون عليها خصوصا أن جمهور الأهلي يريدنا أن نفوز دائما وتفكير لعيب الأهلي يفكرون في نفس الأمر تكون هناك أحيان بعض الصعوبات للدخول في أجواء المباراة ولكن في النهاية تحقق الهدف هو الفوز بمباراة اليوم وسام أبو علي خاد أول مباراة رسمية له اليوم وهي بداية جيدة ولديه إمكانيات كبيرة وواجه سوق حظ فيه البداية بالإصابة ثم عاد ندفد لعب جيد جدا ومن قادة الفريق وأتمنى له التوفيق في الفترة المقبلة بعد كده طبعا الكابتن خالد بيبو تكلم على جمهور نادي الأهلي وقال الجمهور هو رقم واحد ونحن نعمل لصالح جمهور الأهلي ولا بد أن نعدي كل ما علينا من أجله لأن جمهور الأهلي يستحق الكسية طبعا يمكن إحنا من ضمن الحاجات اللي قلقت شوية جمهور نادي الأهلي وبتفرج على المباراة لأنك نجومك حتى لو عديت مباراة أنت محتاجهم الفترات اللي جاي واحد طبعا من نجوم اللقاء طبعا خرج مصاب ياسر إبراهيم ياسر إبراهيم بيعاني بنشد في الخلفية طبعا حيجري طبعا الإشاعات اللازمة والفحوصات اللازمة وأكيد الدكتور حيبلغنا بتطورات الموقف بس إن شاء الله يعني تبقى بسيطة ياسر من الرجالة ومن نجوم المستوى ثابت على مدار الشهور اللي فاتت كلها الأمر اللي خلاه دلوقتي بلا جدال وإحنا قلناها الأسبوع اللي فاته وبنقولها وبنكررها إن ياسر إبراهيم حاليا هو الأفضل في مصر هو أفضل مدافع في مصر وزي ما أشدنا بمصطفى شبير المواتش اللي فات والفترة الأخيرة برضو بنرجع بنشيد بي تاني وتالت ورابع لإنه صمام أمان للنادي الأهلي زي ما كان محمد الشنوي صمام أمان للنادي الأهلي بالزبط ناحية تانية كريم وليد برضو اللي هو يعني خرج ولكن برضو يعني الأمور بالنسبة له يمكن أخاف من ياسر شوية الرجل عنده شد خفيف في السمانة وإن شاء الله الرجل يبقى راجع في أسرع وقت ألف مبروك للنادي الأهلي وأكيد هيبقى معنا الكابتن مختار وحنتكلم تاني في مباراة النادي الأهلي ونشوف الفكر اللي لعب به مارسل كولر وإيه فرق الأداء ما بين الشوت الأول والشوت التاني طبعا ده حيبقى مع الكابتن مختار مباراة من المباريات المهمة طبعا مباراة بيرامدز اللي حتتلعب بكرة الساعة 3 مع مازينبي لبنباشي وملعب لبنباشي اللي احنا عارفينه النجيل الصناعي مباراة في غاية الصعوب الترتيب المجموعة وإحنا عارفين طبعا يمكن قدامك هوة مازينبي وبيرامدز وفي نفس الوقت طبعا حيتلعب نوازيبو وسان داونز مباراة حيتحدد الكتير في الجولة الخمسة خصوصا بعد ما احنا يعني عارفين ان سان داونز سبعة مازينبي سبعة وبيرامدز ونوازيبو أربع نقاط خلينا أقول لحضرتك ان يمكن بيرامدز فرط فرط كتير خصوصا في المباراة اللي كانت على أرضية ملعبه قدام سان داونز بعد ما عمل مباراة كبيرة قدام سان داونز في الزهاب في بريتوريا وتعادل ولكن رجع خسر وطبعا الهزيمة اللي كانت مفاجأة قدام نوازيبو في موريتانيا فدي يمكن أخرت الدنيا شوي يمكن في دوري المجموعات ممكن يكون بيرامدز مختلف شوي يمكن احنا حتى متعودين بيرامدز في الدوري بنشوف بيروح لجوم كتير بيسجل كتير عنده كذا العيب ممكن يسجل عنده فخر لقايب يجيب جوان ميلي بيجيب جوان كان عبدالله السعيد أما كان في بيرامدز قبل ما يروح الزمالك بيجيب جوان مصطفى فتحي وليد الكارد كل النجوم دي كانت تقدر انها تسجل وانها تصنع الفريق ولكن على مستوى الاربع مرشاط اللي تلعبوا ونحنا لسه هو دخلين بكرة على الجولة الخامسة تلاقي ان فيه نضرة أهداف بشكل كبير جدا مع بيرامدز مش متعودين عليها يعني حتى ممكن بيرامدز ما يكسبش بس مثلا كان بيت عادل بيسجل أهداف بيروح للجون فانت عندك مازين بيما بدأت بيه أول مباراة درد ان انت تكسبه واحد صفر وكان فوز مهم ولكن سجلت هدف تلاقيت بعد كده موريتانيا خسر بيرامدز اتنين صفر ما سجلتش اشتركوا في القناة